مشاريع متنوعة تقوم بها بلدية بروانة في قضاء حديثة غرب الأنبار تم إنجاز حديقة الحسين الترفيهية للعوائل في حي صلاح الدين الواقع على مشارف الناحية توجد لدينا عدة مشاريع في ناحية بروانة منها مشروع هذا المتنزه الذي يخدم جميع سكان أهل المنطقة في حي صلاح الدين منطقة الشاعي فهذا المشروع يعتبر المتنفس الوحيد في هذه المدينة أما يوجد لدينا بستان زراعة زيتون ضمن المناطق الخضراء بواقع 2450 زيتونة كما تم إنجاز بستان الزيتون الكبير على الطريق الحولي بين ناحية بروانة وقضاء حديثة حيث يمتد لأكثر من 300 متر ويحتوي على آلاف الأشجار قامت مديرية بلدية بروانة بإنشاء بستان زيتون بواقع 200 في 300 متر أضافة إلى 2250 شجرة بالأضافة إلى منتزه الحسين الذي هو المتنفس الوحيد لعوائل في منطقة بروانة وهناك خطة لتوزيع شتلات الأشجار على المدارس ودوائر الدولة وحتى المواطنين في حملة تشجير لإعطاء جمالية للمدينة إضافة إلى تلطيف الأجواء لقناة العراقية نوري فرحان قضاء حديثة